موسيقى خلونا بقى نخرج بره حتة الكلب اللي طلع فوق الهارم وعمل ترويج للسياحة والعالم كله وتكلم عنه ونتكلم بشكل اعمق عن او نحلل بشكل يعني اضك واكثر تفصيل عن الموسم السياحة بشكل عام سواء الصيفية او الشتوية اللي جاي ان شاء الله فيه تحديات كتير بتواجهنا الفترة دي بنحاول على قد ما نقدر ان هي ما تأثرش بشكل سلبي على السياحة واحنا يعني عندنا شوية نقص او الاعداد مش احسن حاجة او ما كانتش الاعداد المستهدفة ولكن يعني نقدر نقول ان احنا فيه سياحة في مصر مش احسن حاجة او بس نقدر نزودها هنتكلم ازاي نقدر نزودها وهنعرف السياحة وصلت لايه لحد دلوقتي وهنتكلم عن الموسم الشتوي كل ده هنعرفه مع استاذ محمد كارم اللي منورنا دلوقتي في الاستوديو الخبير السياحي مساء الخير استاذ محمد برحب محمد مساء الخير لستاذ المشاهدين يعني اخبار السياحة ايه لحد دلوقتي الحمد لله السياحة في الظهار وتنوع المنتج السياحي او المقاومات السياحية في مصر ده ساعدت بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت على تضفق الحركة السياحية لمصر المفروض ان احنا بنمشيها مواسم كده في السياحة يعني السياحة الصيفية هل الموسم ده انتهى خلاص؟ يعتبر انتهى واحنا في بداية الموسم الشتوي للسياحة الشتوية في مصر السياحة او النسبة سواء كانت الاعداد او الارباح من الموسم الصيفية لا هي العداد الحمد لله مرتفعة نظرا لعدة عامل كان عندنا السياحة الشاطئية بنسبة كبيرة اللي ازديات فيها اللي وجودها في منطقة العالمين وبالاضافة طبعا لمرسى عالم وده ساعد بشكل كبير على تضفق الاعداد السياحية من السؤول الاوروبي وده سعب بشكل كبير جدا ان يكون في تضفق في الموسم الصيفي اللي فات هل كانت الارقام المستهدفة يعني قدرنا نوصل للارقام؟ يعني فيه اوقات كان الارقام المستهدفة موجودة وفيه اوقات ما كانتش الارقام مستهدفة يوقع ايه بقى العامل المؤثر على الموضوع ده؟ التسويق السياحي لمصر بيبقى في دول معينة ودول لسه يعني احنا النهاردة احنا كنا بنعتمد في فترة من الفترات على السياحة الروسية بعد كده السياحة الاوروبية خلال الفترة اللي فاتت تنوع التسويق السياحي الجيد لمصر في الدول زي امريكا اللاتينية شرق اسيا ده بيساعد بشكل كبير على تضفق بس في فوات مختلفة بمعنى ان احنا السوق الشرق اسيا بيعتمد على نمط السياحة الثقافية اكتر من السياحة الشطائية عكس السوق الاوروبي بيعتمد على السياحة الشطائية اكتر من السياحة الثقافية هل السياحة الشطائية دي بيكون موجودة برضو في موسم الشتة لان مصر معروفة جواها حتى في الشتة طبعا بس مش بيبقى بالنسبة الكبيرة للأجازات زي المصر والصيف أكيد طيب أستاذ محمد هل أقدر رئيس أن أنا مثلا نسبة السياحة عندي كويسة أو عندي إزدهار من ناحية الكطاع السياحي بالأعداد ولا بجودة الساحين يعني كلما الأعداد زادت هل ده معناه أن الأرباح زادت ولا ملوش علاقة بالأعداد لكن ليه علاقة بالجودة لا إحنا مختلفين في القصة دي ليه إحنا عندنا مثلا عشان نقول أن إحنا نوصل المعدلات اللي إحنا نرجوها يبقى لازم في غرف فندقية لازم تزيد وده كان قرار رئيس الوزراء خلال الفترة الفاتت بازدياد الأعداد الغرف الفندقية من 240 ألف غرفة فندقية ل500 ألف غرفة فندقية في حلول عام 2024 فالنهاردة البنية التحتية كل دوت هيسعب بشكل كبير جدا على الوصول للهدف المرجو من تحقيق المعدلات السياحية لمصر طيب إحنا عندنا نسبة الإنفاق مختلفة يعني مثال بسيط جدا حضرتك السياحة العلاجية غير السياحة الشاطئية غير السياحة الثقافية في نسب الإنفاق كلهم عندنا في مصر كل أنماط وأشكال السياحة الحمد لله موجودة في مصر بس النسبة الإنفاق بتختلف من نمط لنمط إيه أكتر نوع من أنواع السياحة يعني علي طلب؟ حاليا في مصر كل أنماط السياحة كل أنماط السياحة حتى السياحة العلاجية ناس تقول أن في بلاد تانية مشهورة بالسياحة العلاجية معين يعني إحنا عندنا حاجات أكتر أو يعني عندنا السياحة العلاجية ما فيش عليها كلامه ولكن في البلاد الثانية السياحة العلاجية نسبتها أعلى لا أنا أقول لها حقيقة بس عشان الناس وغدى تصور عن السياحة العلاجية في مصر بشكل مختلف على فكرة مصر الدولة الوحيدة اللي بتعالج الصدفية على مستوى العالم مصر الدولة الوحيدة اللي فيها رمال كابريتية وعيون كابريتية ورمال للدفن بتطلع بعض أمراض الروماتيد والروماتيزم ده مش موجودة غير في مصر عندنا السياحة الاستشفائية دي مش موجودة غير في مصر في منطقة الوحيدة فكل أشكال السياحة العلاجية الحمد لله موجودة في مصر بس إحنا ما عندناش تسويق للسياحة العلاجية كبير لأن إحنا بتدينا نشوف نمط السياحة العلاجية من وقت قريب جدا طيب خليني أنتقل مع حضرتك للمتحف المصري الكبير وكنا شوفنا الافتتاح التجريبي أو الافتتاح الجزئي اللي كان ليه الفترة اللي فاتت إزاي ده يعني هينقل مصر من الناحية السياحية نقلة مختلفة وهينعكس إزاي على الكطاع السياحي طبعا المتحف الكبير أكبر متحف على مستوى العالم دي بالإضافة طبعا أن كل مقتنيات الملك تتعان خامون هيتم عرضها لأول مرة جميعا اللي هم خمس تلاف قطعة موجودين في المتحف الكبير طبعا المتحف الكبير بيعكس شكل وحضارة مصر الثقافية للدول اللي جاية طبعا ده هيكون البس التجريبي أو الافتتاح التجريبي بيساعد بشكل كبير جدا على أن مصر تكون من المقاصد السياحية الثقافية على مستوى العالم خليني برضا أرجع مع حضرتك تاني لحطة السياحة العلاجية وكنا حضرتك كنت ذكرت عن المشكلة في التسويق أو أن احنا محتاجين نسوأ لها أكتر المفروض أنه يعني مؤخرا كده شفنا إطلاق منصة يعني لتسويق السياحة العلاجية في مصر حضرتك شايف المفروض يكون شكلها عامل إزاي علشان نحصل على المتوقعين منها طيب احنا بس عايزين نقول أن السياحة العلاجية في مصر كانت موجودة منذ قديم الأثر يعني من أول ما تم إنشاء أو تم إنشاء السياحة في مصر هي موجودة السياحة العلاجية وكانت في حلوان وما كانش مهتمين بها جدا المنصة النهاردة بيبقى موجود عليها كل النقطة السياحة العلاجية في مصر بالمعالجات يعني المنطقة دي بتعالج إيه من الأمراض والمنطقة دي بتعالج إيه بالإضافة للأسعار والخدمات المقدمة بالإضافة لعمل برامج سياحية للسياحة العلاجية يعني إحنا السوء الألماني مثلا بيجي منطقة الوحاة بعد إجراء العملات الجراحية في ألمانيا بيتم الاستشفاء أو النقاها زي ما بيسموها في مصر يعني بيعملوا عمليات في ألمانيا وياخدوا فترة النقاها هنا في مصر بالضبط فالنهاردة ده بقى سوء النهاردة إحنا مصر من الدول اللي بتعالج جميع الأمراض وعمل العمليات أرخص من بره وبالإضافة أن هي أجود من بره فالنهاردة ده مش معروف لمعظم العالم فإحنا المنصة بتوري العمليات الجراحية على مستوى العالم اللي بتتعامل في مصر بأسهارها بخدمات مقدمة بالإضافة أن هيربطوا السياحة العلاجية بالسياحة العلاجية والطرفيهية يعني عشان تبقى فول بكتج زي ما بيقولوا عندنا كل أنواع السياحة طيب إيه المناطق أو إيه أكتر المناطق المشهورة بالسياحة العلاجية في مصر عندنا منطقة الوحاة سيوى عندنا العين السخنة عندنا حلوان ويمكن برضك عايزة أضيف لحضرتك حاجة مهمة جدا أن من فترة أعلن دولة معالي رئيس الوزراء على إنشاء أكبر مدينة للسياحة العلاجية في مدينة الصف وده شيء جايج جدا الصف اللي موجودة في الجيزة؟ في الجيزة بالضبط وده هيسعب بشكل كبير جدا اللي احنا بنسميه السياحة العربية اللي بيعملوا إجراء عمليات في أوروبا هيبتدوا إن شاء الله يكونوا متواجدين في مصر خليني أسأل حضرتك يا أستاذ محمد عن من وجهة نظرك إيه أهم معوقات السياحة؟ أو برضو قبل ما نجاوب على السؤال ده أو قبل ما أعرف رأي حضرتك هل شايف اللي احنا وصلين له دلوقتي في 2024 في الظروف المحيطة حوالين مصر من كل الاتجاهات؟ هل دي حاجة مثلا تقييمك لها إيه؟ يعني كويس لأ فيه أكتر فيه أحسن ممكن نقدر نوصل لأحسن؟ طبعا نقدر نوصل لأحسن لأن كل شكل في السياحة موجود في العالم موجود في مصر عند حضرتك السياحة دينية عندنا سياحة رحلة العالم القدسة عندنا السياحة العلاجية عندنا السياحة الثقافية عندنا السياحة الشطائية عندنا كل أشكال وأنماط السياحة بس إحنا دولة مصرية مركزة أكتر على السياحة الشطائية والسياحة الثقافية مع أننا مفروض أننا كل أنماط وأشكال السياحة موجودة في مصر فأحنا خلال الفترة اللي فاتت بصراحة الجهود المبزولة من الدولة للنهود بالقطاع السياحي ملحوظة دي نقطة نقطة إحنا ما كانش عندنا في الموسم الصيفي سياحة ثقافية في لوسر وأسوان الموسم اللي فات واللي قبليه كان موجود سياحة وكتير موجودة في لوسر وأسوان هو في الصيف الإقبال بيبقى كبير على لوسر وأسوان؟ لا في الموسم الشتوي بيبقى الإقبال على لوسر وأسوان في الموسم الصيفي بيبقى الإقبال قليل جدا العامل اللي فات واللي قبليه الإقبال كان زيادة جدا حتى في الموسم الصيفي لوسر وأسوان ليه؟ لعمل بنية تحتية بتربط مدينة الغرداء باللوسر وأسوان عمل طيران شارتر بمواعيد لللوسر وأسوان فكل ده سعب بشكل كبير جدا أن يكون في حراك ووجود سياحة في المناطق ده بالإضافة طبعا لتنوع الدول المصدرة للسياح يعني إحنا كنا بنعتمد على دول معينة النهاردة لأ إحنا عندنا السائح الصيني السائح الهندي فالتنوع ده والتسويق الجيد لمصر خلال الفترة اللي فاتت طبعا ده هيسعب بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية على تضفق الحركة السياحية لمصر يعني حضرك شايف أن كلمة السر هنا التسويق إن إحنا إزاي نسوأ لكل أنواع السياحة عيران وتسويق دول أهم حاجة للسياحة في مصر طيب يعني برضو من أهم عوامل نجاح الكطاع السياحي في أي حتة هو التتالي أو الاستمرارية إزاي يخلي اللي بيجي لي السنة دي يجي لي مصر السنة الجاية برضو ده التنوع اللي قامت بيه وزارة السياحة متمثلة في الهاية المصرية لعمل تنشيط السياحة إن هي فتحت أسواق جديدة وعرفت العالم بالمقصد السياحي المصري المختلف أنواعه وأشكاله وده يعني إحنا لو لاحظنا إن إحنا الحمد لله مصر بعتين مقصد السياحي المطلوب عالميا للزيارة خلال الفترة اللي فاتت فده بيستعب بشكل كبير جدا على ازدياد الحركة السياحية الوفيدة لمصر طيب من وجهة نظرك برضي أعصد محمد لو هنتكلم عن حاجة دلوقتي من أهم معوقات السياحة وخلينا نتكلم حاجة نقدر نحلها كلنا عارفين إن الحرب أسرت على السياحة والحاجات الحروب اللي بتحصل اللي هي خرجة عن إيدينا ولكن لو هنتكلم مثلا عن القطاع الخاص إيه دوره دلوقتي في إنه هو يعني يساعد شوية في القطاع السياحي طيب إحنا لازم نقول حاجة بس من المعوقات إنه لازم يحصل تدريب جيد للعملين في القطاع ده دي نقطة مهمة جدا تاني نقطة الاستعانة بالخبرات السابقة في القطاع السياحي التسويق الجيد سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص للمقصد السياحي المصري ده بشكل كبير جدا هيساعد على تدفق الحركة السياحية لمصر طبعا إحنا هنقول بمنطقة الأمنة إحنا كبشر لو لقينا في منطقة فيها حروب إحنا ما بنقرب لهاش صحيح بس الحمد لله مصر ربنا حباها بالأمن والأمان ولكن حواليها كل اللي حواليها بالزبط وفي تدفق سياحة بالزبط يعني بس يمكن يعني هنقول إن المعدلات قلت شوية في طابة بس دعا الحمد لله أما المعدلات الخارجية قلت السياحة الداخلية غطت على المعدلات الخارجية خليني برضا تتكلم حضرتك عن في نوع من أنواع السياحة سياحة المهرجانات وشوفنا السنة دي مهرجان العالمين إزاي ده أثر على السياحة طبعا المهرجان العالمين بس عشان الناس تبقى فاهمة هو مش مهرجان فني فقط هو مهرجان ثقافي سياحي فني متعدد الجوانب وأطول مهرجان بيتم قمته على مستوى العالم هو مهرجان العالمين وده سعب بشكل كبير جدا أن يكون فيه أنماط وأشكال سياحية جديدة تتضاف على الأجندة السياحية بمعنى أن النهاردة الساحل الشمالي بقى مقصد للسياحة الشاطئية بالإضافة للأماكن السياحية الأخرى من السياحة الشاطئية الحفلات الفنية اللي تمت إقامتها ده عملت جذب كبير جدا من السياحة العربية لهذه الأماكن سياحة التسوق بيتموجودة في العالمين المقصد السياحي اللي احنا نقدر نسميه اللي هو فيه كل أنماط وأشكال السياحة اللي هي بنسميها السياحة الفنية اللي ده اتحطت على الأجندة السياحية النهاردة عندنا سوق زي السوق الإيطالي كان متواجد في مهرجان العالمين السوق الفرنسي كان متواجد في مهرجان العالمين فده بشكل كبير جدا بيعمل تضفق سياحي بشكل كبير لمنطقة العالمين هل نقدر نقول أن نهتم بالسياحة الشاطئية وترويج لسياحة الشاطئية أكتر من التاريخية والأثرية؟ لا احنا يعني الاثنين متوازين يعني الإقبال على السياحة الشاطئية هو هو الإقبال على نفس أنماطي لأنني أنا مش بسوق لنمط أو شكل سياحي واحد أنا بسوق لثقافة الدولة بمعنى أن حضرتك أنت عايزة إيه كثقافة تلاقيها في مصر عايزة سياحة شاطئية موجودة في مصر سياحة ثقافية موجودة في مصر سياحة دينية موجودة في مصر كل أنماط وأشكال السياحة حضرتك أنا بسوق لك البلد ككل وحضرتك بتختاري البرنامج اللي خاص بك عشان تيجي تزوري مصر وتشوفي البرنامج اللي انت حضرك عايزاه يعني التسويق بيكون أنا بعرض لك كل أنواع السيحة اللي عندي عندنا السيحة الشاطئية التاريخية العلاجية ويعني السيحة هو اللي بيختار هل فيبقى فيه إقبال مثلا على حاجة أكتر من الحاجة التانية أو كل نسبة للسيحة اللي موجودة دلوقتي في مصر بتتجه على إيه أول حاجة حاليا على السيحة الثقافية لأن الكم الكبير اللي ربنا حبى بيه مصر من الأنماط وأشكال السيحة الثقافية كبير جدا دي نقطة تاني نقطة السيحة بعديها على طول السيحة الشاطئية بعديها السيحة الدينية بعديها السيحة العلاجية فكل أشكال وأنماط السيحة موجودة في مصر فده بيتم التسويق لياه يعني حضر لك شاشة أستاذ محمد نسبة السيحة في مصر لحد دلوقتي يعني نقدر نقول عليها أن هي فوق المتوسطة شوية جيدة جدا عشان نكون صراحة يعني الموسم الصفي موسم جيد جدا كان أكتر من 2023 لا كان أكتر وعلى فكرة فيه زدياد كمان في الموسم الشوت توي إن شاء الله لأن معظم الفنادق مفولة في مصر وصور ده حاليا مفولة يعني مليانة على الأخير يعني كله محجوز طيب إيه المطلوب من جهات مختلفة أيا كانت إيه هي علشان نقدر يعني السياحة تبقى من واحدة من المصادر الدخل الرئيسي لمصر طيب إحنا لازم نقول إن السياحة خدمة فلازم نهتم بالخدمة يعني الدولة مشكورة ابتدت تعمل البنية التحتية لبعض الأماكن اللي كانت مهملة في القطاع السياحة يعني حضرحك لو نزلت النهاردة منطقة زي منطقة الأهرامات وتشوفي البنية التحتية بقت موجودة إزاي الطرق بقت موجودة إزاي التسهيل على الساحة للوصول للشكل السياحي اللي موجود فكل ده بيساعد مطلوب من المواطن الاهتمام بالقطاع السياحي والوعي السياحي والأسري لاستقبال الديوف لأن ده ضيف جايدنا لازم نهتم بي مطلوب من القطاع الخاص إزاي إن أنا أعمل تدريب للعاملين داخل المنشاعة الفندقية إن هما يبقوا على أتم الاستعداد بالضبط دي ألف في سياحة يعني فده اللي مطلوب من القطاع الخاص أنا بشكر حضرتك جدا نورتنا النهاردة أستاذ محمد كارم الخبير السياحي ويعني زي ما قلت لحضراتكم السياحة عايزين يعني قد تكون هي الأمل الفترة دي إنه السياحة تأثيرها بيبان على طول على الدولة الأرباح يعني بكل العملة المختلفة أو العملات المختلفة نتمنى إن إحنا نلاقي موسم سياحة شتوي أفضل وأفضل من السنين اللي قبلها السنة دي ودي كانت حلقة النهاردة بشكركم على المتابعة بكرة في النور حلقة جديدة ودايما تابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا بشكركم مرة تانية وتصباها على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة